السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في محاضرة جيدة من محاضرات دورة عملية في الالكترونات مع المهندس واند عيسا واليوم بدنا نحكي عن تكملة للمحاضرة السابقة اللي ابتدينا فيها بتعريف الترانزيستر الموسفت او الفت بشكل عام وشفنا شو انواع الترانزيسترات من بي جي تي وموسفت واشفنا بعض الخصائص واشف التركيب الداخلي وكيف يشغل داخليا المحاضرة هاده بدنا ندي تفصيل اكثر قليلا عن الفارق بين الترانزيستر ترانزيستر بي جي تي وموسفت نشوف داخليا اكثر بعض الحاجات الموضحة بالانيميشن وببرنامج السيركوتز ووزرد كمان وفي النهاية نعمل ملخص صغير عن ايش الفارق بين الاتنين لانه مهم برضه انه ايش ندي لهذا موضوع بعض المعلومات الزيادة فالان لما ليجي نحكي او نذكركم بايش قدنا المرة الماضية حكينا انه بتنقسم جي ترانزيستر معناه ثنائي تمام فهو يا NBN يا BNB لأنه إيش وصلة ثنائية هنا ووصلة ثنائية هنا وهنا وصلة ثنائية وهنا وصلة ثنائية يعني في عندي إيش two junctions في النهاية تمام ففي عندي أنا نوعين اللي هو ال BNB وال NBN واللي درسناهم بتفصيل قبل هيك بشكل كبير النوع الجديد اللي هو بقول لك لا أنا ما عنديش ترتيب أو الشكل هذا من البلورات NBN أو BNB لا أنا غيرت في التركيب الداخلي فتغيرت معي بعض الخصائص ومنتج عندي ترانزوستر جديد بيشتغل بالفيلد إفكت ترانزيستور ولسموه فت وهذا الفت إلو أقسام القسم الأول اللي تم اكتشافه أو تم تطويره اللي اسمه جنجشن فت تمام وهذا إلو نوع واحد اللي هو الدبلشن مود ون تشانل أو بي تشانل يعني الحين في الفت هنا هذا كل الأصناف واللي تحته كلها ما في حاجة اسمه NBN وبين بي اسمها حاجة أن تشانل أو بي تشانل تمام طبعا حكينا عن كل هذي الأشياء وحكينا عن الرموز وفي النهاية يمكن شفنا إيش الفرق بينهم في النهاية في حاجة مشتركة اللي هو السهم إذا داخل فهي أن تشانل والسهم إذا خارج فهي بيتشانل لكن في طوره برضو نوع آخر اللي هو الموسفت مثل اكسايد سمي كوندكتور فت فيه إلو نوعين أو تطويرين أو فيرجين اللي هو دبلشن مود ون تشانل مود وطبعا شفنا الفرق قبل هيك واليوم بس تذكير على السريع برضو شو الفرق ففي عنا برضو كل واحد منهم ينقسم إلى أن تشانل وبي تشانل ويمكن حكينا إنه في النهاية في النهاية إحنا أسهل إلنا التعامل وأيسر إلنا للفهم اللي هو مين الموسفت إنهانس منت مود الموسفت إنهانس منت مود طيب نجي نكمل شوية في الموضوع ونذكركم في الموضوع كان بيقول لك لما تديني أنا الترانزيستور صفر على ال الـ gate اللي هو الـ VGS أنا هدخلك تيار لما تعطيني بالسالب 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 أنا همنع التيار شوي 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 لحد ما أعدمه وإذا أعطتنا بالموجة وأنا هزود لك التيار هذا معنات الكلام إنه لما أعطي له صفر بيديني تيار هذا الكلام ما حبوه قال لك لا خلينا أقرب للفهم إنه لما أعطيه صفر ما لا تبديش تيار فهو الآن طوروا الـ enhancement mode اللي هو بيقول لك الـ VGS لما يكون صفر أي أي جهد على الـ gate إذا كان صفر معناته مش همرر تيار أبدا أو تيار صغير جدا 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 تمام ولكن غالبا طبعا مصمم إنه ما يمرش تيار لما أعطيه له جهده بالموجة مش بالسالب زي الحالة هادي لما أعطيه جهد بالموجة 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 بيزيد التيار مع إيش الزياد هذا الجهد وبالتالي صار عنا علاقة بين جهد الـ gate أو البوابة مع التيار اللي بديدخل في الترانزيستور تمام ففي هاي هذا فرق جديد بينه بينه وبين الـ BGT الـ BGT طبعا كان لما أنا الـ IB هي اللي بتتحكم في الـ IC IB بتتحكم في الـ IC وعرفنا إنه الـ IC تساوي بيتا IB ودرسنا هذا العلاقة يبقى في النهاية أنا عشان أمرر تيار كبير في الـ BGT لازم أمرر IB أكثر لكن هنا عشان أمرر تيار أكبر في الـ ID في الترانزيستور اللي هو الموسفت لازم أدي له على الـ gate جهد وليس تيار جهد وليس تيار أكبر فأكبر فأكبر ليش لأنه التيار اللي إحنا قلنا قبل إنه هو تيار صفر هيستهلك لأنه هو معزول الـ gate تبعته عن كل ترانزيستور هنذكركم الآن بصورة تانية إيش هما الفارق بين كل هذه الأشياء في عنا اللي هو إيش ترانزيستور الـ BGT ترانزيستور الـ BGT هذا برضو مرة تانية قلنا عبارة عن ثلاثة بلورات مصفوفة جن بعض بالتوالي زي هيك تمام ففي عندي أنا هنا البلورة بس هذا نوع NBN فهي N وهي B وهي N في النص طبعا هي الـ B وطبعا في عندي أنا هنا هذا عبارة عن الجهد اللي أنا إيش بدي أطبقه على القاعدة والجهد طبعا لازم يكون أكبر من سبعة من عشرة عشان يمشي أكبر من ستة من عشرة أو سبعة من عشرة عشان يمشي إيش تيار من C لا إيش لا إيه تمام؟ فأنا الآن لو في عندي أنا جهد في هاي الجهد هذا بدي أمره على يعني بدي أجيب أنا جهد أحطه على الـ collector فهي عندي أنا في هاي بدي أحطها ON هنا تمام؟ فصار في عندي أنا هنا جهد الجهد هادا هاي متكدس هنا في عندي أنا الـ SIDE التاني اللي هو إيش؟ في عندي هنا أنا اللي هو الكترونات برضو متككدفة هنا ولكن ما في الشي بينهما يعني ما في الشي أي الكترونات بتيجي من هات الطرف للطرف الفوق أو من طرف الفوق لطرف اللي تحت تمام؟ بزود الجهد على البيس. انا شايفها الان هذي هي الالكترونات. هذي هي الالكترونات. وقاعدة بدها تروح فوق عشان تكتمل الدائرة وتمشي. ولكن مين اللي منعها اللي هي الموجودة هنا اللي منعها البيس. تمام? فكيف انا اطغى واخلي البيس يعني قادرة على توصيل الالكترونات المحجوزة هنا بانه ايش ازود الجهد عليها لحد ما اصل ايش? لحد ما اصل تقريبا ها ستة من عشرة ها هاشوف الديبليشن لير هنا قلت على الاخر كانت يعني شوف الان كيف الوسع هنا هنا هيها هادي هنا يعني سميكة ولكن انا لما ازود الجهد هي بترفع 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 لحد ما ايش يبدأ الان عملية ايش الانتقال لمين لا الالكترونات من طرف الى اخر تمام? وبالتالي صار في عندي هنا باللورة 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 واللورة وانا بتحكم به التيار اللي رايح للاي بي تمام? عشان ايش? عشان يتحكم في تيار الاي سي يبقى الاي بي هو اللي بتحكم في الاي سي مش الجهد الجهد هنا بده بوين ستة بوين سبعة وخلص هيك في ما بده اكتر من هيك تمام? فالان هذا هو البي جي تي او اللي ترانزيستر النوع ان بي انا او بي ان بي هو هادا اللي اخذناه قبل هيكة وهي هادا طريقة عمله تيار هنا بيعطيك تيار هنا لكن الان الموصفت مختلف بالنسبة للترانزيستر الفيت قلنا في نوع اللي هو اسمه جي فيت جي فيت جونكشن فيت ترانزيستر اوكي طيب الان كيف هادا بيشتغل قلنا احنا في الوطاط الراف اللي هو الگيت والدرين والسورس انا نفترض انا بين الدرين والسورس طبعا فيه زي ما قلت انا فيه بينهم امتصال مباشر قناة ماء مفتوحة تمام? قناة الماء هادا طبعا بتنتظر حدا يسكرها فالان نفترض انه انا في عندي هنا جود هنا جود صفر فانا لو عليت الجود وخليته يعني مقدر معين نفترض هاي خمسة فولت فانا ملاحظ انه فيه هنا ايش تهيو كالالكترنات قاعدة طالعة فوق منها الهيك هيك هيك تطالعة وماشى اوكي طبعا الالكترنات احنا نعرف انه من الطرف السالب للطرف ايش النوجة لكن الان الحاجز هذا الموجود اللي هي الگيت لسه مش عام لأي منع لهذا التيار ليش لانه جهدها صفر طيب في الجي فت في الجي فت احنا قلنا لما ادي له صفر بخلي التيار دايما ماشي طيب كيف امنعه بقول ادي له سالب هادا مين الجي فت لان الان بدي اعطيه الجود هاي سالب نص سالب واحد سالب اتنين فتدي بدي ازود مين بدي ازود بدي ازود بدي ازود بزود اتطلع هنا ايش بدي يصير عاد هنا عاد هاي بدي ازود زود 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 ها ها قاعد الحين بزود لحد ما يصل اتنين اتنين وشوية لقيت انه ايش التيار ضعف جدا 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 لو زودت على الاخر التيار هينتهي تماما. هنا عاد بوضحنا وين انا. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفي جي اس. الفي جي اس انا لو هنا على الاخر انا عليته فصار فيه ايش في حالة كت اوف انا. لكن لو انا وطيته هاي قاعد ايش بصير فينا ايش تيار الاي دي قاعد بزيد. الاي دي الان خمسة ميلي امبير لكن انا ايش لو زودت لو قللت الفي جي اس يعني اتجاه الصفر هاي الاي دي اس ايش بزيد بالنسبة هذه. تمام? حتى لو وصلت لصفر. لو جبت جهد موجب برضو ايش هيزود اكتر ويمكن يحرق الترانزوستور. هاد اول جي فت وقلنا العيب انه والله بتعامل مع جهود سالبة عشان يتحكم في التيار واحنا ما بنحبش الجهود السالبة يعني انه يعني مش مش محبذة للفهم ولا التحليل تمام? فالتحسين اللي عملوه انه جابو لهم انه اخترعوا الموسفت والموسفت في له اتنين اللي هو الدبلشن ومين والانهانسمنت الدبلشن نفس الفت. الدبلشن يا شباب نفس الفت بالزبط من ناحية العمل من ناحية طريقة العمل من نفس الفت. لازم انا ادي له جهد سالب علشان ايش عشان يشتغل. تمام? عشان يوقف التيار تمام? لازم ادي له جهد سالب عشان يوقف التيار. لهادة ما عجبت همش فراحو اخترmäß emanى الخلينا نشوف الآن مرة ثانية الفت بطريقة اخرى. فهذا برضه عباره عن أنيميييشن تاني له هو ثانييفت وبرضه في عندي يعني هنا نفس القصة هنا في عندي بلايت وبلايت بي تشن ال مسلا مثلا بي بي تايب وهنا ايش هاي القناة المفتوحة دائما انا في عندي تايار هنا لازم يكون مفتوح تايار مفتوحة لو انا مررته فالآن البنيس بينهانا وهنا صفر لكن لو انا جبت كهرباء هلاحظ ان الانكترونات قاعده ماشى 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 ما فيش عندها مشاكل مين يموقفها فيش حد يموقفها عشان اوقفها لازم اجيب في علجيت يساوي بالسالب فانا لما زود بالسالب 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 هاي جالة الانكترونات تحد ما تمام هذا هو الجيفت تمام لكن انا قلت في موصفت الموصفت الجديد في انه الجيت هذي اولا اولا الجيت فصلوها عن الترانزيستر تمام وخلوها تتحكم بالقناة هذي عن بعد وبالتالي لن تستهلك اي تيار اه وطبعا الحاجة التانية انه جابوا حاجة اسمه وانهانسمنت مود نفس القصة هنا بالظبط انا بحكي عن طريقة العمل نفس القصة هنا بالظبط بده سالب فاحنا من المهتمين فيه نتعلم اكتر ونعرف اكتر اللي هو انهانسمنت مود فالان في الان تشانيل انهانسمنت موصفت هو هاد اللي احنا بنحب نتعامل معه لانه فاهمه سهل بالنسبة لنا انا في عندي انا قلت ال جيت هذي مفصولة عن الترانزيستر تماما تمام وبتتحكم فيه عن طريق ايش عن طريق الشحنات المتراكمة هنا عن ايش عن بعد تمام يعني لتسهيل الفهم بدنا نقول تتحكم عن بعد والتيار اللي رايح للجيت هنا قديش صفر لانه التيار فيش تيار هنا مفيش هيكون تيار هنا بتتحكم ايش اديها جهد بتحكم بالقناة غير هيك لا تمام طبعا فيه بين الدرين وبين السورس هيكون فيه تيار ماشي تمام وهيتحكم فيه هادا التيار مين اللي هو الجهد على الجيت فالان الفي دي اس صفر لكن الان لو زودت الفي دي اس لعشرة نفترض التيار لسه مش ماشي التيار لسه مش ماشي من لدرين لصوص او من لدرين ليش لانه لقيت عليها صفر وهذا هذا قريب للمنطق قديني صفر على الجيت ما بمرر لك تيار زودنا على الجيت شوية فولت وبالموجب بمرر لك تيار وبالتالي ها الحين عنده اثنين فولت ها بده يبدأ يمرر لكن عنده اثنين وشوية هاي وبدأ ايش يمرر بالموجب طبعا هادي لحد عشر هاي وايش مرر كتير تمام وبالتالي الان الموسفت انهانس منت مود هذا يمكن اقرب ايش لمخيلاتنا ولا فهمنا ان هو بس بده على الجيت بالموجب وفي نفس الوقت بتحكم بالتيار طبعا الجهد هنا بتحكم بالتيار في نفس الوقت ما بيستهلك اي تيار اتجاه الجيت لكن في الفيت بيستهلك تيار في الفيت اللي هو الجيفت الجيفت بيستهلك تيار لانه تركيب مختلف عن هذا التركيب في الموسفت التركيب عملوه عساس انه ما يستهلك ايش تيار وبالتالي بيريح كتير في التحكم وحتى بيقلل في انه الحسابات الرياضية الان بالنظر لا اكزامبل اخر برضو بالسيركت وزرد في عندي هنا اللي هو الان بي ام وفي عندي هنا اني تشانيل موسفت ليش قلت موسفت ما قلتش جيفت او او اي حاجتان هو موسفت لانه هنا في خطين ومين فيهم ها الديبلشن ولا ولا انهانس منت هتقول لي انهانس منت لانه الخط هنا المقطع لو كان خط خطين الخطين متصلات مباشرة يبقى هو بيكون ديبلشن مود لكن هذا انهانس منت مود موسفت تمام مية المية هذا ان بي ان معروف وعملناه قبل هيكة يبقى نبدأ في الان بي ان واحنا بس نستذكر ايش طريقة عمل واحنا اللي قلناها قبل هيكة خلينا نركز في اليمين الان الان مهمة مهمة الترانزوستر التحكم في التيار اللي هنا طبعا كيف يتحكم بالتيار اللي هنا عن طريق اخذ ثيار هنا يبقى هو بهموش الجهد هنا قديش بهمو التيار قديش مر تمام فالان في عندي تيار هنا حوالي 295 مايكرو وهنا الجهد حوالي 2 فولت طيب انا ممكن اقلل وازودت الجهد هنا واشوف الثلاث مناطق لينير والكت اوف والساتيوريشن انا الان نفترض انه قللتها هيكة هادي المنطقة ايش هادي المنطقة لما يكون الترانزوستر عليه اقل من 2 من 10 او 2 من 10 بعرف انه في منطقة الساتيوريشن بيكون التيار هنا اعلى ما يمكن تمام وهنا تقريبا ما ياخد 856 مايكرو امبير طيب لما نبدأ نقلل التيار اللي رايح هنا اكيد التيار اللي رايح هنا هيقل وهيبدأ من الساتيوريشن لمنطقة اللي ايش اللينير فالان ممكنش هيدخل في منطقة اللينير لما يكون اكتر من 2 من 10 ها بدأ يخش في منطقة اللينير الان يعني اللينير بيشغل زي كأنه مقاومة متغيرة الآن زي كأني انا زي كأنه هاده مقاومة متغيرة بتتغير حسب التيار انتبهوا لهذا الجملة بتتغير المقاومة هنا او الجهد هنا حسب التيار هنا هنلاقي العكس بتتغير الجهد هنا حسب الجهد لانه التيار هيكون دائما طيب خلينا نشوف نزود 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 المقاومة هنا التيار قاعد بيقيل هنا الجهد هنا بيزيد فالان زود زودها ها ها تقريبا هاينا وصلنا التمانية طبعا نحن ننساش انه هنا بي سي سي تسعة وبالتالي خلينا انشوف وين هيوصل كات اوف كات اوف يعني تسعة فولت لازم يكون هاي تقريبا وصل الان تقريبا وصل كات اوف تمام فلما يصل كات اوف هنا تقريبا نانو امبير يعني تقريبا انا عدمة التيار هينا تمام انا الهان لما تزودها على الاخر هيك تقريبا ايش عدمة التيار هنا وبالتالي لما يكونش فيه تيار هنا هذا بيكون أوف او بيكون مقاومته عالية جدا وبكون ايش في حالة الكات اوف تمام هذا هو ال تيران بيكون هنا في جهد ميات المية ليين جعلها هذا بيحكي لي انا مديش تايار هنا نهائيا ايش م獰 غير هنا انا لم استهلك基本 هايش بدك؟ بقول لي بس غير الجهد هنا وأنا مستعد أغير لك إيش الجهد هنا شوف كيف ما أسهلها غير الجهد هنا فبتغير الجهد هنا نشوف إيش العلاقة بينهم طيب الآن هي في عندي أنا الجهد هنا قديش مسلا الجهد هنا اثنين وتمانية من عشرة فولت تمام وهنا اللي هو تلاتة وتلاتة خلينا أنا أزود وأقلل هاي مسلا نخليها في منطقة الساتوريشن تمام منطقة الساتوريشن معناته أنه هذا الجهد حواليه بيكون قليل جدا جدا قليل جدا يعني أقل من واحد من عشرة أقل من اثنين من عشرة وأقل يمكن حتى مقارب جدا للصفر تمام فأنا الحين قللتها على الآخر تمام فصفر أولا لا يستهلك تيار مهما عملت وهيها في مرحلة الساتوريشن والتيار هنا أعلى ما يمكن تمام وهنا طبع الجهد حوالي تسعة طيب خلينا نزود 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 لحد ما نوصل للينير ها بدى اللينير اللينير لما تحس أن الجهد هنا الجهد هنا يتناسب طريقا مع الجهد هنا فالجهد هنا حوالي 45% والجهد هنا حوالي 72% زود هنا شوي ها شوف يعني كيف المنطق هذي كلها نينير خلينا نشوف لحد ما صار 6.5% 7% هنا صار ايش اتنين وواحد واربعين كانت 72% يعني الحين قلل الجهد هنا شويه بزيد الجهد هنا فالآن هنا سبعة فأنا الآن ايش بزود الجهد هذا شويه كمان ها 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 لحد ما صارت تسعة تسعة معنات وصل كات اوف تمام وصل الآن الكات اوف تقريبا هنا قدش بدي أصلي صارت كات اوف واحد وثمانية من عشرة يبقى الآن حط واحد وثمانية من عشرة بكون كات اوف حط اثنين وشوية بصير لينير حط اكتر من يمكن لحد ثلاثة بصير ايش ساتيوريشن تمام فعندك الفارييشن هنا من اثنين من واحد وثمانية من عشرة لحد ثلاثة بكون عندك هنا الثلاثة الريجن اللي هي كات اوف واللينير والساتيوريشن ودائما دائما بدي ايها بدي اغير انا المقاومة من اولها لاخيرها وشوف لي هنا قديش التيار هاي من اولها وهاي اخيرها هل تغير التيار صفر وهذه ممتازة جدا هذي بتريح في التصميم يعني هنا هنا التيار هذا عامل لقصة لازم اختار التيار الهنا عشان اضعف التيار الهنا عشان اهمله وعشان اقدر استوعبه لكن هنا بقول لي ولا همك انا ما بديش منك اي تيار انت صمم دائرتك زي ما بدك تمام ففي اي لا نفطلب صمم دائرة مكبر اللي بدي اياه فقط انو ال VCE اللي هنا سوري ال VDS فيش VCE VCE هنا لكن هنا ال VDS ال VDS بديها نص من نص ال VCC بكل بساطة بظلنا نغير هنا هيك هيك لحد ما اصل لنص ال VCC وقت ايش هاي اربعة اي اربعة ونص مية المية هيك انا قديش بديت يعني فولتش ديفايدر بسيط هنا بيجيب لي بيجيب لي اللي هو الفولت اللي هو 2.75 بيجيب لي هنا اربعة ونص وبها خلاص انتهت الدائرة المكبر دائرة المكبر هيك بتكون امتهت بكل بساطة مش محتاجة ايش حسابات كتير تمام وبالتالي هذا اسهل في تصميم ولكن ال Gain ال Gain ال Gain بقدار التكبير يعني وفي اشارة هنا مقدار التكبير اللي بيديني اياه هذا مش زي هذا هذا بيكون اكبر بكتير هذا مقدار التكبير تبعه اكبر من مقدار هذا وبالتالي ايش احنا مرات بيستعملوا وهذا اكبر من هذا في ايش في دوائر التكبير وخاصة مثلا الصوتية تمام فلكن سهولة التحكم طبعا هذا اسهل في التحكم في عندنا طبعا حاجة تانية اللي هي ايش مثلا ال باور في عندي مثلا لو هذا دخلت في باور معينة وهذا دخلت في باور معينة ممكن واحد فيهم يسخن اكبر من الثاني مين فيهم اللي هيسخن اكبر من الثاني حسب قديش انت جهد الي عليه. يعني هذا مسلا لو انا رفعته الجهد هنا اكبر يعني في حالة هذا بيكون الجهد هنا عليه في حالة حقيقة بيكون الجهد هنا عليه قريب جدا للصفر يعني ممكن يكون لكن هذا بيكون حوالي اثنين من عشرة تمام? فايش اللي بيصير? الحين لما يكون اثنين من عشرة ونفترض هنا فيه واحد امبير بكون ايش بده? بكون اتنين من عشرة ضرب واحد امبير بكون بوينت اتنين واط لكن هنا لما يكون بوينت او واحد ضرب واحد امبير بكون بوينت او واحد واط يعني هذا مقدار ضياع القدرة تبعته بتكون اقلب كتير من هذا وبالتالي هذا احتمالية السخونة بتكون اعلى تمام? هذه الحاجات الآن احنا اثبتناها بالسيركت وزارد اللي هو المقاومة الداخلية تبعته يعني قديش الان هيمر فيه تيار صفر صفر طبعا هيمر التيار وبالتالي المقاومة الداخلية تبعته عالية جدا أعلى بكثير من 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 هذا وعرفنا طبعا السبب الداخلي التحكم فيه عن طريق الجهد لكن هنا عن طريق التيار وبالنسبة عادلة هنا بيكون الجهد طبعا هنا ما بينش انه الجهد أقل حالة ساتوريشن ولكنه فعليا بيكون أقل بكثير يمكن لأنه هنا الجهد مش عالي زي ما بدنا لكن هنا بكون يعني أقل ما يمكن يمكن 2 من 10 أو حواليها 1 من 10 ولكن هنا بكون أقل بكتير وبالتالي احتمالية السخونة تبعت هذا أكتر من احتمالية هذا بالنسبة عاد للخراب طبعا هذا ما بيخرب كتير زي هذا هذا احتمال خرابه كتير جدا حتى ممكن بلمسة إيد ممكن إيش يخرب معك خلينا الآن نلخص هذه المعلومات كلها في جدول بالنسبة عاد للمقارنة الأخيرة والتلخيص لكل اللي أخذناه في المحاضرة هذه فبدنا نقول أنه ترانزيستر بيجي تيل وهو ال NBN والBNB عبارة عن عنصر يمكن التحكم به بالتيار الكهرباء المطبق على وين القاعدة قداش بتسحب تيار قداش بتمرر لك تيار لكن هنا عبارة عن عنصر يمكن التحكم به بالجهد الكهرباء المطبق وين على البوابة لأن البوابة لا تسهلك تيار بتقول أنا بديش تيار بنح بالمرة أنا بس بدي جهد طيب مقاومة الدخل الصغيرة والقاعدة تحتاج لتيار لعملية التحكم قلنا قاعدة بدها تيار مقاومة الدخل الصغيرة ليش لأنه بيستهلك تيار اللي هو مين اللي هو IB ولكن هنا بقول مقاومة الدخل له كبيرة جدا ليش لأنه الـ gate مفصولة عن مين عن الترانزيستور عن طريق الـ insulator ولا يستهلك أي تيار عشان يتحكم بالترانزيستور وفقط بس بده أيش الجهد الكهربي القدرة على مضاعفة التيار أقل لكن هنا القدرة على مضاعفة التيار كبيرة القدرة على مضاعفة الجهد كبيرة هنا القدرة على مضاعفة الجهد أقل تمام؟ هذه الحاجات يعني بدها طبعا دراسة كتب الالكترونات لإثباتها تمام؟ وعمليا ولكن أنت يعني مجرد ذكرها عشان فقط تعرف الفروق العامة لها احتمالية التلف هنا أقل بكثير زي ما قلنا ليش؟ لأنه لما ألمسوا ما بصير فيه يعني يعني بيخرب إذا مر فيه تيار عالي هذا بيخرب إذا مر فيه تيار عالي أو مرات إذا كان فيه شحنات وأنا بلمسي للأطراف تبعته فرغت هذه الشحنات فإيش بيصير؟ على طول بيحرق الموسفت عشان هيك مرات بيحطوه فيه باكيت أو باكيت يعني فيه باكز صغيرة هيك بحيث أنها تحمي من إيش الإلكتروستاتيك ديستشارج يمكن التحكم به بترددات متوسط أو سرعة عالية معنات الكلام أنه أنا ممكن هذا يشتغل على تردد عالي أو متوسط يعني بالكيلو هيرتز لكن مش بالميجا لكن هذا احتمال مثلا يشتغل ترددات عالية منخفض السعر البيجي تي ممكن تشتري العشرة أو العشرين أو البنية حتى بدولارات بسيطة ولكن هذا إيش؟ هذا يمكن عشرة أو عشرين ضعف في بعض الأحيان تمام؟ هذا عالي السعر السهلاك القدرة أكبر معناته حرارة أكبر ليش؟ لأنه الفي سي إي سات الفي سي إي سات هنا حوالي 2 من 10 و 2 من 10 ضربة التيار اللي بدي يخش فيها بيكون القدرة تبعته أكبر ولكن هنا بيكون الفي دي اس في حالة الساتيوريشن بيكون الجهد عاول عليه أقل بكتير يعني معناته هنا المقاومة المقاومة بواجهة التيار لما يكون هذا في حالة الساتيوريشن قليلة جدا المقاومة بواجهة التيار في حالة الساتيوريشن بيكون أكبر من هذا وبالتالي هذا بيكون السهلاك القدرة أقل واللوسز بتكون أقل وبالتالي حرارة أقل على مين؟ على الموسفت تمام؟ وبالتالي هاي بعض الفرقات العامة والاساسية في فهم الفرق بين بي جي تي والموسفت وفرجناك الى سيركت ويزارد هذا الكلام كله نعمل ان اكون محاضرة مفيدة وعرفت يعني اجابة للسؤال الفرق بين بي جي تي ترانزيستور والموسفت ترانزيستور ويش كمان التصنيفات العامة الى الها وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة اعمل لايك وكمنت والشير لالها والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنا نشوف كيف نشغل هذا الترانزيستر كمفتاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته